بسم الله الرحمن الرحيم لا زال الحديث عن شروط صحة الصلاة وانتهينا إلى الشرط الرابع وهو دخول وقت الصلاة وعرفنا أنه لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها ولا تأخير الصلاة عن وقتها ثم تحدثنا عن أوقات الصلوات الخمس وبدأنا بصلاة الظهر وذكرنا أن صلاة الظهر يبدأ وقتها من زوال الشمس من كبد السماء جهة الغروب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أما وقت صلاة العصر فصلاة العصر قال فقهالها وقتان الأول وقت الاختيار وهو من مصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وقيل إلى أن تصفر الشمس لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت العصري ما لم تصفر الشمس والوقت الثاني هو وقت الضرورة وهو إلى غروب الشمس ولا يجوز تأخير الصلاة إلى هذا الوقت إلا لضرورة فمن أخرها لضرورة وفعلها في هذا الوقت فقد فعلها في وقتها والدليل على أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغروب الشمس فقد أدرك العصر مسألة تعجيل العصر صلاة العصر يسن أن تعجل صلاة العصر في أول الوقت لما سبق من الأحاديث التي تدل على أنه لا بد من المسابقة في الخيرات ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي برزة الأسلمي أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حتى أنهم يذهبون إلى رحالهم في أقصى المدينة والشمس حية فدل ذلك على أنه يعجل صلاة العصر في أول الوقت ثالثاً وقت صلاة المغرب وقت صلاة المغرب يبدأ من مغيب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر ويتراوح في الوقت الحالي ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف تقريباً مسألة تعجيل صلاة المغرب يسن تعجيل صلاة المغرب لما ذكرنا من الأدلة السابقة العامة في المسابقة إلى الخيرات ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت أي إذا غربت الشمس فيبادر بصلاة المغرب ويستثنى ليلة جمع وهي ليلة مزدلفة وسمية جمع لأن الناس يجتمعون إليها لمن قصدها محرماً بالحج ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أسامة بن زيد كان رديفاً له وهما في طريقهما إلى مزدلفة قال الصلاة يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك فلم يصلي حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة فتأخيرها هو السنة أنه يؤخرها إلى أن يصل إلى مزدلفة ثم يصلها مع العشاب لكن لو وصل إلى مزدلفة في وقت المغرب أو في بداية وقت المغرب فإنه يصليها في وقتها ويبادر إلى أن يؤدي صلاة المغرب في وقتها رابعاً وقت العشاء وقت العشاء من خروج وقت المغرب إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض والفجر الثاني يفيد أن هناك فجراً أولاً والفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة وسنبين بعض الفروق بين الفجر الأول والفجر الثاني الدليل على أن وقت العشاء من خروج وقت المغرب إلى طلوع الفجر الثاني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى فقوله ليس في النوم تفريط إنما التفريط من أخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الأخرى قالوا هذا دليل على أن أوقات الصلاة متصلة وإذا كان كذلك فآخر وقت العشاء هو طلوع الفجر وفرق الفقهاء بين الفجر الأول والفجر الثاني بعدة فروق منها أن الفجر الأول ممتد لا معترض بخلاف الفجر الثاني والفجر الأول يظلم بعده يعني بعد أن يخرج الفجر الأول يأتي بعده ظلام ثم يأتي بعده الفجر الثاني أما الفجر الثاني فإنه يكون ما بعده نورا وإضاءة وليس بعده ظلام وأيضا من الفروق قالوا أن الفجر الثاني متصل بالأفق وليس بينه وبين الأفق ظلمة بخلاف الفجر الأول فإنه منقطع الفرق الرابع الفجر الأول لا يترتب عليه شيء من الأمور يعني لا الإمساك في الصوم ولا حل صلاة الفجر فالأحكام مترتبة على الفجر الثاني رأي ابن عثيمين رحمه الله في وقت صلاة العشاء قال ابن عثيمين رحمه الله وقت صلاة العشاء ينتهي عند منتصف الليل واستدل على ذلك بظاهر القرآن فالله سبحانه وتعالى يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فقال إلى تدل على انتهاء الغاية وغسق الليل ينتهي عند منتصفه لأن أشد ما يكون الليل غلمة في النصف فيكون هذا الغسق فمعنى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل يكون نهاية وقت صلاة العشاء عند منتصف الليل وقال بعض الفقهاء لا يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل إلا لضرورة فإذا كان ذلك لضرورة جازة ويكون قد فعلها في وقت الضرورة وتكون أداء لا قضاء مسألة تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول قالوا هو أفضل ما لم يكن في ذلك مشق واستدلوا على ذلك بما جاء من حديث أبي برزة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم استحب أن يؤخر العشاء وفي حديث جابر رضي الله عنه قال إذا رأاه مجتمع عجل وإذا رأاه أبطأ أخر صلاة العشاء وأيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تأخير وقت العشاء إنه لوقتها يعني التأخير قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي فهذه الأدلة تدل على أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إذا سهل مسألة هل الأولى مراعاة تأخير الصلاة إلى آخر الوقت أو صلاة الجماعة الجواب أن صلاة الجماعة أولى مراعاةها عن تأخير الصلاة لأن صلاة الجماعة واجبة والتأخير مستحب ولا مقارنة بين المستحب وبين الواجب هذا والله أعلم وأحكم ترجمة نانسي قنقر